اشتركوا في القناة وزير السلامة العامة بيل بلير اكد ان التصنيف لم تحركه دوافع سياسية ويتساءل بعض المراقبين عن الموارد المخصصة لمحاربة الإرهاب الأجنبي مقابل تلك المخصصة لمحاربة المنظمات الموجودة في كندا اشتركوا في القناة ويبدو أن الحكومة الكندية كانت تنظر في تصنيف براود بويس كمنظمة إرهابية لمدة طويلة وهي التي قامت بذلك قبل الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تتبع دول أخرى كندا في هذا التصنيف اشتركوا في القناة